أعلن مصدره في حركة حماس أن الحركة قبلت مقترحاً أمريكياً لبدء محادثات بشأن إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود والرجال خلال 16 يوماً بعد المرحلة الأولى من الاتفاق وقال المصدر المسؤول أن الحركة وفقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع ذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وفقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة